وفي إطار جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 استعرضت جلسة دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة عددا من المحاور المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة على المستوى المحلي حيث أوضح وزير الكهرباء أنه من المخطط دخول مصر لقدرات جديدة للطاقة الرياح بما يعادل 6 جيجا وات وأكد وزير الكهرباء أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين من المقرر يعلنها خلال فعليات قمة المنخكب 27 وأشار الوزير إلى أن لدى مصر قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم كما تحدث وزير الكهرباء عن الربط الكهربائي مع أوروبا مؤشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص للربط الكهربائي بين دول السلس موضحا أيضا مستجدات الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية